البتجاز اتأثر بدا ولا ممكن سعره ينزل؟ لا البتجاز طبعا الحقيقة هو زي كل أسعار منتجات البترولية في العالم زادت والحقيقة يعني النهاردة بنتكلم على سعر الطن في العالم دلوقتي 300 دولار للطن واحنا بنستورد حوالي 50% من استهلاكنا وبالتالي هنا هي دي السلعة الوحيدة اللي سلعة طلعة اللي لسه الدولة بتدعمها يعني لما كلمت ان احنا الدولة النهاردة صحاعة الاسعار فيما يتعلق بالمحروقات احنا بنتكلم على بنزين والصولار اما بالحقيقة البتجاز لسه الدولة بتدعم يعني النهاردة سلعة البتجاز ب65 جنيه لانه الحقيقة فيه ناس فوق ركتب بتستخدمه ده صحيح 65 جنيه ولكن الامبوبة النهاردة معدية 140 جنيه تكاليف فالحقيقة هنا الدولة بتدعم برقم كبير اكتر من الضع يمكن اللي بيساعد الدولة على ان احنا نتوسع فيه اه توصيل غاز طبيعي للمنازل وبالتالي بننتشر انتشار كبير في كل المدن وكل المحافظات بحيث ان احنا النهاردة زي ما كنت بقول بنقلل استخدام البتجاز بنقلل استخدام البتجاز رغم الزيادة السكانية الا ان انخفاضنا في استهلاك البتجاز انخفاض ملموسي احنا كنا بنستالك حوالي 4 و 2 من 10 مليون طن سنويا من البتجاز النهاردة بنتكلم في 3 و 7 من 10 مليون طن من البتجاز كلام ده في 5 سنين رغم الزيادة السكانية لكن ده نتيجة ان احنا استطعنا ان احنا نوصل اكتر من مليون و 200 ألف وحدة سكانية في السنة وبالتالي بنتوسع في التوصيل وصلنا ده وحدات وصلها الخاصة 12 و 12 و 12 و 12 مليون وحدة سكانية والحمد لله دلوقتي مع المبادرة الرئاسية الخاصة بحياة كريمة نستهدف كمان 4 مليون مواطن ان شاء الله خلال المرحلة القولة الثلاث سنين الجايين ان شاء الله يعني كده ممكن داي سام كمان في انه الفاتورة بتاعت البتجاز تقل بإذن الله لانه كمية تقل وبالتالي بقى فاتورة الدعم بتاعتنا تقل طب هو هنا ده بيأثر على النقل بيأثر على أصحاب كل السلع هل في تنسيق كامل في المسالة لانه الناس دايما الشكوى الرئيسية بتبقى في كده الدولة الحقيقة خادت